أبونا خليني أسألك أوجهلك سؤال شوه الدرس أو خليني نسميه الدروس اللي ممكن نتعلمها من خلال حبينا أو ما حبينا موضوع الاستشهاد الحياة خنزارة إحنا فيه دروس كتير أو لازم يعني توصلنا كلنا أول حاجة كن مستعد للقاء إلهك نبقى في حالة استعداد كامل في أي لحظة أننا نقف قدام المسيح وطبعا زي ما شرح السيد المسيح الموضوع ده بأمثال كتير جدا لما كان يشبه ملكوت السموات والمثل الواضح جدا على الاستعداد هم العشر عذارة وإزاي الحكيمات كانوا مستعدات ولما جه العريس دخلنا معه إلى العرص وأغلق الباب واللي جم بعد كده قال لهم إيه الباب خلاص أغلق إني لست أعرفكم وقال لنا لازم نكون مستعدين في كل ساعة الدرس الثاني اللي لازم يبقى واضح إن إحنا قال لنا تكونون لي شهود فق الشليم والسامرة وإلى أخصى المسكونة يعني شهود فق الشليم واليهودية والسامرة والأخصى المسكونة يعني لازم نكون مستعد في أي وقت إننا نشهد لإيماني ونقول عن أننا مسيحي بنؤمن بالمسيح بالكلام وبالحياة وبالعمل فده درس تاني درس تالت هو درس القبول الضيقة واحتمال الألم من إيد ربنا قال كده كل غصن فيه يأتي بثمر ونقيه ليأتي بثمر أكثر فلما يتكلم في يحنى 15 عن مسأل الكرمة وبعد كده يقول الغصن اللي حجيب ثمر حنونقيه التنقية فيها عملية تقليم وفيها عملية ألم وبالتالي أنا عايز نقبل الألم من إيد ربنا سواء للكنيسة سواء لبعض الأسر اللي تعرضت منها ناس الاستشهاد أو ناس تعرضت للجروح والإهانة والإصابة كل دي عبارة عن نوع من التنقية على شأن يجري بو سمر أكثر